صح الصح صح 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 ص شاشة لمشاهدي عمان تيفي وطبعا احنا معاكم لايف عبر صفحاتنا روتانا راديو جويدن وعمان تيفي اوفيشل للي بيحب يتواصل مع ميسون نبدأ يا سيدتي العزيزة مع ابو علي باعتلنا مسج من الصبح باعتها عم يطلب يسمع عن موليد برج الجدي برج الجدي لشهر اربعة احنا هلأ بالنصف الثاني من الشهر النصف الاول كان فيه تراجع ومطبات وقلنا انها فترة حساسة بدك تكون مبتعد عن القرارات الخاطئة ما تأجل العمور ما تأخذ قرارات بدون استشارة ذوي الشأن كل هاي الامور هلأ ضايل فترة بسيطة لانه الجزء الاول راح يكون ينتهي ب22 الشهر فضايل فترة بسيطة عشان تخرج من هاي الفترة باقل الخسائر ندخل على العشر ايام الاخيرة اللي هي حظوظ مطلقة على كل المستويات وبدك تستغلها بشكل جيد ولكن بنفس الوقت كون مستمع اكثر من متكلم ما تفرض قراراتك الجزء الثاني هو الافضل للقرارات العاطفية ايضا للمرتبطين وغير المرتبطين عنا ميسون كمان حسن يسعد صباحك وزيد الطعيمات اهلا فيك من دير علا يسعد صباحك وايضا جود من صبح عليكي وفي عنا محمد ميسون حابب يعرف عن توافق بين سرطان مع سرطان من الابراج الناجحة جدا لانه هذا البرج بيحمل بما انه يحمل نفس الميزات والصفات فبيفهموا على بعض يعملوا التنازلات لبعض اتنين هم عندهم بعض السلبيات اللي ما بيزعلوا فيها من بعض لما تحصل لانه اتنين هم يحملوها فاثنين هم بيفهموا انه هاي السلبية اوكي انا كمان عندي اياها فبدي امرأ له اياها لذلك نعتبرها من العلاقات الناجحة جدا نعم عنا كمان زيد عم يسأل عن توافق انثى من موليد اربعة تسعة والذكر احداش اتناعش العذراء مع القوس وابراج قوية جدا تحمل صفات عالية بدنا نقول انه هالعلاقة الدقة بالامور الدائمة الروتين الصراحة الزايدة بتفشل العلاقة فبدنا ما نكون يعني نتخلص من هاي السلبية اللي هي قد تتزايد مع الزمن عند الطرفين اذا ما حاولوا انهم من البداية يتخلصوا منها وايضا بتظهر الغيرة عند العذراء بعد مرحلة من العمر نتيجة بعض الامور اللي تستجد اتباعا فبدنا نتخلص من هاي السلبيات لحتى تكون العلاقة ناجحة رقمنا هو 065690299 وعننا اتصال هلو هلو صباح الخير هلو السلام عليكم وعليكم السلام اهلا انا بدي اصبح عليكم شكرا للك يا صعد صباحك مين معنا معكم وليد وليد اهلا يا وليد تفضل حابب تعرف عن برجك بس بدي اصبح عليكم شكرا كلك زو يسعد لي هالصباح شكرا في كمان اتصال هلو 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 صباح الخير صباح يعافيك العافية الله يعافيك يا رب مين معنا حالك يا راهب شو اخبارك اهلا يا نادية شو اخبارك انتي الله يسعدك يا ربي كيفك ميسون الحمد لله نشكر الله اهلا وسهلا فيك يا نادية حالك ممكن اعرف ان برجي لكم احتي برجي الاسد احدى ثمانية اسد هيك لأول مرة منكون نادية وراهف وميسون على الهوى الثلاثة مع بعض تحياتنا للك يا نادية شكرا الاسد الجزء الاول كان فيه تحسن بالاوضاع انتهاء بعض المطبات انتهاء التراجع وكان فيه زيادة بالحضوظ والفرص اللي ممكن فيه عروض كمان نقاشات تدخل فيها توصل لهدف كان صعب بالسابق العشر ايام الاخيرة راح تواجه مواقف مصيرية فيها تحدد بعض القرارات ويعتمد وصولك لالها لهذا الهدف ممكن قرارات آنية وسريعة الدراسة يكون يتخللها سفر او يتخللها قرارات بالارتباط لغير المرتبطين او شراء منزل فهذه الفترة راح تكون حساسة جدا وانتبه لقراراتك فيها عاطفيا اخبار سعيدة والفرص ممتازة جدا للالتقاء بالشريك المناسب لغير المرتبطين في عنا كمان اتصال هلو صباح الخير صباح النور يا هلا فيك السرها اهلا يا نجلة شو اخبارك تمام الحمد لله سماحي لأثير صديقتي البرنامج اكيد انتي من هلا صديقتي البرنامج ما بدها طلب ولا سماح صباح الخير تسميشون يسأل صباحك حبيبتي بدي اعرف برز صاحبتي رانيا 18 وصوافق مع 14 4 الميزان مع الحمل حاضر تكرم عينك شكرا لاتصالك لا بالعكس اهلا وسهلا فيك الميزان مع الحمل من الابراج بالرغم من انه هوائي مع ناري ولكن بتنجح هذه العلاقة لانه الحمل بيعرف كيف يخلي الميزان يتكأ عليه يعطيله الحنان يعطيله الشعور بالامان والاستقرار هذه الأمور ممتازة جدا ومن متطلبات برج الميزان الحمل بيقدر يوفرها فبتعتبر من العلاقات الناجحة باذن الله في عنا كمان اتصال هلو هلو صباح الخير صباح النور يا هلو كيفك رها تمام كيفك انتي حبيبت قلبي انتي هاي ميز شو اخبارك الحمد لله تمام حبيبتي يسع الصباحك حبيبتي الله يسعد انتي اسمك نص اسمي برج الميزان ما سمعتك بدا تعرف عن موليد برج الميزان حاضر واذا في مزال برج الحوت لو سوي منه لو سوي ما من فشلك اكيد شكرا لاتصالك شكرا لقلبك شكرا حبيبتي الميزان من واحد لستعاش الشهر كان فيه اعادة ترتيب الامور النص الثاني اللي هو من 16 ل 22 فيه حساسية تجاه الاخرين فيه تراجع وممكن تراجع نفسي بسيط ما تخطؤ بهذه الفترة وما تنفرد بقراراتك والعمل من خلال فريق رح يخدم مصالحك اكتر ما تدخل بقضايا قانونية لانه ممكن البعض يحاول انه يدخلك بقضايا قانونية لحتى تتراجع امورك العشر ايام الاخيرة هي الافضل على كل المستويات بشرط الخروج باقل الخسائر بالمرحلة الاولى والثانية الحوت من الابراج اللي عندهم نجاح مالي ومهني وترقية مادية او معنوية البعض ممكن يفكر بشراء منزل او سيارة او يعمل صيانة للبيت او توسيع لبعض الغرف لشيء معين النصف الثاني هي فترة عاطفية وهي تعتبر العشر ايام الاخيرة فترة عاطفية مطلقة على كل المستويات فانتبه لقراراتك اللي ممكن يكون اذا كانت عاطفية فقط تأثر عليك بشكل سلبي الفرص ما زالت مناسبة لغير المرتبطين للالتقاء بالشريك المناسب ميسون بدي اشكرك كتير واتمنالك بقي تنهار ممتع وان شاء الله بكرة بتكوني معنا بنفس الموعد شكرا ميسون اشتركوا في القناة